اشتركوا في القناة وعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت هدع للناس الذي بمكة مباركا وردا للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات لا والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبرونا عوجا وأنتم شهدا وما الله بغافل عن ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تتيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنه إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأسبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا عفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأهرون بالمعرف وأنهل عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض أجوم وتسود أجوم فأما الذين سودت أجوم أكفرتم بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تككون وأما الذين بيضت أجوم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ذنبا للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعرف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يدركم إلا أداه وإن يقاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون دربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عسوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالليل واليوم الآخر ويؤمنون بالمعرف والأول عن المنكر ويسانعون في القيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل الله من خير فلن يغفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموال ولا أولاد من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرف قومهم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنون تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونهم قبالا وضوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفراههم وما تخفي سدونهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم لا تحبون ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم الأنامد من الغيث قل موتوا بغيثكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤون وإن تسبكم سيئة يفرحوا بها وإن تسلؤون وتتقوا لا يضركم كيد شيئا إن الله بما تعمل الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعدا للكتال والله سميع عليم إذ هم الطائفة منكم أن تفشلا والله ولي ما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصاكم الله ببدء وأنتم أذنه فاتقوا الله لعلكم تشكرون إن تقول للمؤمنين أليك يقم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المصومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكرتهم فانقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكروا رباء ضعفا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسادعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاذمين والغيذ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسوا ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الظنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء مغفرة من ربكم وجنة تجري من تحتي الأنار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سننه فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاكبة المكذبين هذا بيان للناس ورده وموعدة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام يدار لها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهدا والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتم وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على آقابكم ومن ينقلب على آقابهم فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وغلوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولا إلا أن قالوا رب نغفر لنا ظلوبنا وإصرافنا في أمرنا وتبت أقدامنا وانسرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تتيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الضعب بما أشرقوا بالله ما لم ننزل به سلطان ومأواه من النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إن تحسونوا بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عن ليبتنيكم ولقد عفا عنكم والله هو فضل على المؤمنين إن تسعدون ولا تلقون ولا تلقون على أحد والرسول يدعوكم فيه أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسي يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمت أنفسهم قد أهمت أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتل لها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرزا الذين كتب عليهم القطو إلى مضاجعهم وليبتمي الله ما في سدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات السدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسموا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنونا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصين ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم إلى الله أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت فضا وليض القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم واشاعدهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغله ومن يغل يأتي بما ظل يوم القيام ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع لدوان الله كمن باء بسخة من الله ومأوى جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يطلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب والحكمة وإن كانوا من قبلنا في ضلال مبين أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها كنتم أنا هذا قل ومن عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوما تقل جمعان فبإن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتل في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أتاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يديع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القر للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الله أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعما وكين فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء واتبعوا رذوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليا فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يهزن كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نغلي لهم خير لأنفسهم إنما نغلي لهم ليسدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي مغوصني من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضليه وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخذوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتنهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عيد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلوا النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم الكيامة فمن زحزع للنار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ذهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله منك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنغار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ظنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وترفنا وكفر لنا بع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أديع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعدكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديالهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرونك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قلب ثم مأوهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل مليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرون عند ربهم إن الله سريع الحسام يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صورة النساء مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من ناس زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا يتعمى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم لا أموالكم إنه كان حيوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربا فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعودوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مليئا ولا تؤتوا الصفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وقصوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رجدا فدفعوا إليهم أموالا ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفق ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالا فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولي القرب واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ضرية ودعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ذلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيغا ينصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأمثين فإن كنا نساء فوقفنتين فلن تلت ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وبأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلثه فإن كان له إخوة فلأمه السرث من بعد وصية ينصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيوم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكن نسف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركن إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركن من بعد وصية يوصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخن أو أخن فلكل واحد منهما السلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ثلث من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجني من تحتي الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدودا يدخل نار خالدا فيها وله عذاب مهين واللات يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لون سبيلا واللذان يأتيني منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يطوب من قريب فأولئك يطوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني طبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كره ولا تعدلون لتذهبوا ببعض ما آتيتمون إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرون بالمعروف فإن كرهتمون فعسى أن تكروا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداؤنك طارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه ببتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعد وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حظمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأربائكم التي في حجوركم من النسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلاء الأبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلفوا إن الله كان غفورا رحيما ترجمة نانسي قنقر